والله أنا عائلتي كلها زمان الكوية اتواصل معي الأول كابتن حازم إمام قعب معي بنفسه وقال لي أنا شرف لي أن أنت تلعب معي كان آخر سنة هو بيبطل فيها طبعا كما كنا أنا عندي مثلا 24 سنة وكابتن حازم إمامي يقعب معاك فطبعا وأنا قصة عائلتي زمان الكوية كلها فقلت له يا كابتن ده شرف لي أنت هتقولي الكلام ده فطبعا مضيت مع الزمان الكوية دخل بعدها حوالي سبعين ثلاثة النادي الأهلي كابتن حسام البدري كلمني وقال لي أن المانور الجنزية عاوزك والنادي الأهلي محتاجك وإن شاء الله تبقى معي ناوك وقتولها كابتن أنا ماضي في الزمان الكوية فطبعا أنت عارف اللعيب لما بيبقى لسه فيه عقد في النادي بيبقى حتى القمضة دي ما بيبقاش لها قيمة زي ما يعني فيه حاجة اسمها رغبة في الآخر لما النادي يخلص ويتفق مع النادي على موضوع الفلوس اللعيب بييجي ويمضي الرغبة دي فهي الرغبة دي اللي بتحسم انتقاله للنادي المعين يعني طبعا موضوع النادي الأهلي أنا دبان عليه عشان خاطر أنا يعني حسيت في الآخر ان هما يخدوني عشان ما روحش الزمان الكوية يعني أنا مخدتش فرصتي اللي أنا ألعب وحسيت ان هما يعني بيخدوني عشان ما روحش روح نادي الزمالك بس أنا كنت أخي ده حسن دفندر في مصر 2008 وكنت بقى لعب وروحت هناك مخدتش فرصتي خالص طبعا الموضوع ده فرق معي أكيد أنا كنت طبعا أنا روح المنتخب واحترف برا والموضوع ده أثر عليك كتير